إن شاء الله نادي الأهلي مستعد لهذه المباراة مستعد ومستعد كويس قوي ومستعد ذهنياً كمان أفضل من فنياً آه طبعاً فنياً هي الأساس في كل حاجة ولكن ذهنياً اللعيبة بتهيئ بشكل حلو فكرة إنه ما ثقش ثقة زيادة ومحترمش الفريد وقدامي احترام بزيادة فيخليني متراجع على الأرض الملعب وده اللي حصل في المباراة الأولى أمام أوكلان ساتيا النيوزيلاندي وكان فيه احترام مدروس محسوب حتى لما لعب بتلاتة في نصف ملعب مرسيل كولر هذا السويسري المدير الفاني للنادي الأهلي فإنه حجم فعلاً مصادر الخطورة اللي بتشكل الخطورة مع الفريق النيوزيلاندي فقدر إنه هو يعمل سطارة تأفل عليهم كل مصادر الخطورة الهجومية بتاعتهم وبدأنا إن احنا نلعب بشكل تكتيك ذاكي مع استخدام مجموعة من اللعبين المميزين قوي اللي بدأوا يحلووا قوي فنياً في الفترة الأخيرة بما فيها مباراة بطولة قدتهم نقلة تانية ذهنية وبالمستوى الفاني عالي هي مباراة نادي الزمالك فوز على الزمالك بالتلاتة إدى ثقة أكبر كبطولة مختلفة للنادي الأهلي إنه يروح كسل عن الأندية بشكل رائع جداً حال حمدي فتح على سبيل المثال أصبح هو الجوكر على أرض الملعب فكرة إنه أستخدمه دفعياً موجود بدنياً شايل هجومياً شغال واتحرر من خلاله لما بيرجع يدافع عمر السلية وعندك واحد مصمار في نص ملعب زي أليو ديانج هذا الدبابة المالية فأنت مأمن دفاعياً مأمن هجومياً وتقدر أن أنت تشتغل شغل تكتيكي مدروس ومحسوب مع ارتفاع الكرفة الفاني بالنسبة لمحمد شريف وعودته للتهديف زهنياً إلى حد ما بدأ يرجع عليه مستوى مرغوب مطلوب فيه بيسجل في كل الأحوال وده الأهم بالنسبة ليه جمهور النادي الأهلي البودة اللي كمان بيبقوا عاشين في المباراة زي كهرباء وزي تسجيل بيرسي تاوب مهمة جداً مع عودته وثقة مرسيل كولر أنه ينزلوا في المباراة الفاتت المنظومة العامة بشكل عام الحالة حلوة يعني ممكن نتكلم عن ليفربول محمد صلاح ممكن يكون حلوة قوي لكن الحالة العامة وحشة فبيتجرل تحت لكن الأهلي الحالة العامة كويسة مع اللعيبة كمان كويسة فنقدر أن نقول فريقنا قادر على الوصول للنصف نائي ومواجهة المرينجي في السيميفاين لكن خليني أقولك يا عفيفي كمان أنه هل ممكن يكون فيه أي نوع من الضغط على اللعيبة أنه نحن دائما بنقعد نفكر فيه اللعيبة من الفريق التاني أنهما من أمريكا الجنوبية هل ممكن ده يأثر سلباً على اللعيبة ولا إحنا جاهزين تماماً سيادل ساونزرز هو بطل الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا الشمالية وبطل لكن عنده زي ما قلت بالظبط محترفين كثر من أمريكا الجنوبية بس مش الفئة الأعلى عارفين من الولد المحترف في النادي برونو سافي من نفس الفئة اللي هو برازيلي مش أصلي يعني ما يخوفوش قوي ما يخوفوش قوي فريق أنا شايف أنه من أكتوبر اللي فات ما لعبش أي مباراة رسمية وعمل معسكر في إسبانيا خاد مبارتين أمام فرق مش من الفرق العالية تعادل في مباراة وخسر في مباراة أمام فريق سويدي وأمام فريق أفتكر كان من من دنمارك أتذكر فرقتين مش عاليين يتعادل في مباراة وخسر في مباراة في معسكر إسباني من أكتوبر إلى فات ما أخدش أي مباراة رسمية مجموعة اللعبين اللي موجودين فيه أنا مش عايزة أقلل من قيمة هذا الفريق الأمريكي لأنه دايماً أي فرقة جاية من الولايات الملاحدة الأمريكية بدنياً يكون عالي والكلام اللي يتقال من مدرب الفريق نيوزيلاندي نفس الكلام اللي تقريماً بيتقال من الكوتش بتاعهم براين شميزر هذا الكوتش اللي مستقر معه منذ 2016 فكرة أننا بلعب دون ضغوط أنا إيه اللي يجبرني أن أنا أضغط في مباراة المفروض والطبيعي أن بطل أفريقيا واللي حاصل على برونزيتين أخيرتين في كاس العالمين ده هو اللي ليه الحظوظ الأكبر الناحية الثانية بقى فكرة أنه نتعامل مع كلام ده إزاي ده كان عالي قوي من مارسيل كولر والجهاز الفني للنادي الأهلي وجود شخصية زي الكابتل محمود الخطيب كرئيس للنادي الأهلي طيب خاطر كده عنه إحنا مع بعض دي بتدي تعامل مختلف للعابين إنه لأ أنا محترمش الفريق ده بشكل فيه زيادة ولكن أحترمه تكتكين على الأرض الملع إنه مصقش ثقة زيادة إنه الفريق ده ملعبش بقاله كتير وإنه فن هي أنا حتى شفت بعض من اللقطات المباراة اللي خدها الودية لأ 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 فريق المفروض لنجي مجتوى بعيد عن المنافسة ما قدرش أقول بيدي عن المنافسة لأنه في المباراة الزيادة ونوك أوتو خروج مغلوب وممكن يعمل مفاجأة لكن تتعامل مع المباراة زي لو أنت صاحي على أرض الملعب وتقدر تخلص الفرص الأهلي قادر على إنه يخلص من الشوت لأول باثنين مثلاً ولا حاجة ويبدأ إلعب في المباراة يجرب أتر تكتكاية ويجرب لعبين يأخذوا ثقة قبل مباراة نصف نهائية بس الأهم ما يفكروش في مباراة ريال ما قبل هذه المباراة ده اللي بيحاول يعملوا مارسيل كولور ما قبل مباراة أوكلاند سيتي أيضاً النيوزلاندي وما قبل مباراة ساوندرز هذا الأمريكي في فكرة أنه لا إحنا لازم نفكر كل مباراة لحده ده الفكرة الاحترافي الحقيقي لأنه الأهل كبير والأهل مش صغير ويقدر يغير خريطة العالم في عالم كرة القدم من خلال كأس العالم الأمريكي عظيم جداً عايز أتكلم عن أداء بعض اللاعبين ممكن أنت تكلمت بس في عجالة في البداية عن أداء بعض اللاعبين في النادي الأهلي اللي فاقوا وبقى يقال هذا اللعب لعب منديالي وهذا اللعب على الرغم من أنه في الدوري لم يكن موفق خلال الفترة اللي فاتت من ضمنهم طبعاً حسين الشحات صحيح بكل تأكيد جماهير النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت ما كانتش راضية تماماً عن أداء حسين الشحات لكنه حسين الشحات في المنديال مختلف وعملها معلين الإماراتي حتى قبل كده حتى في المنديال وبالمناسبة للمفارقة ما حدش كلم فيها أنه حسين الشحات وصل لفاينال نهاية كاسل عام للأندي أفتكر معلين الإماراتي كان قدام ريال مدريد آخر نسخة شارك فيها ريال ففكرة أنه وسجل كمان يعني فكرة أنه في كده حالة حلوة إنه ممكن كمان مرة حسين الشحات إن شاء الله يسجل إن شاء الله ومع الأهلي كمان ومع الريال كمان ففكرة أنه في حاجة حلوة كده تكون موجودة آه حسين الشحات تطور زي ما بقول الحالة العامة بالنسبة لنادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك قدت كريدت أكبر لما هو قادم بالنسبة لنادي الأهلي فكرة أنه أنا طالع من الدوري مرتاح جمهور الأهلي كان ضاغط على لعبي ندي الأهلي علشان فقدان الدوري في مرتين متى ثلاثين فإنه تخرج لكاس العالم الأندية وإنت مرتاح بنقولها كده في دورات الأوروبية بطل الشتاء هو مرحلة الذهاب ذهبت للنادي الأهلي حتى وإن غايم في جولتين بيتلعبوا دلوقتي ففي راحة مع عودة بعض اللعبين مع انتهاء بعض المشاكل بالنسبة لكهراب على سبيل المثال ومشاركته حتى وإن كان ببطاقة مؤقتة فإنه لا أنا عندي مجموعة من اللعبين عايزة تاكل النجيلة بلغة كرة القدم أنا عايزة أعمل حاجة عايزة أثبت الجمهور حتى محمد مجدي أفشف في مباراة من المباريات عندما سجل خاد القميس وحطوا على رأسه وراح لجمهور في سد المقاولون العرب وقال لهم انتوا على رأسي أنا بعتذر لكم فالشكل العام بيقول أنه مجموعة اللعبين حتى محمد مجدي أفشف لما نزل في المباراة الأخيرة أمام موكلان سيتي دائما أنا بقول محمد مجدي أفشف كبديل ما بيضيفش لما نزل بدأ يغير لأنه اتغيرت له الطريقة بقت 4-2-3-1 ففكرة أنه بقى صنع على لعب وبدأ يتأقلم على ده فكرة أنه أنا مش أساسي فمرسيل كولر بدأ يطور مجموعة اللعبين اللي موجودين بما فيهم زي ما قلنا بيرسيتاو أنه يسجل وحتى وهو بيحتفل الاحتفال بتاعه ولكن كان متنرفز ومتدائل لأنه أنا عايز أخرج حاجة كان باين لأنه تقريبا ما احتفلش غير مرة واحدة تقريبا بازل احتفال قبل كده يعني مرة واحدة يعني كان بعيد وكان إصاباته كتير وكمان كان مستبعد من قائمة المنتخب الجنوب إفريكي الأول لأنه ما بيشاركش مع النادي الأهلي وده كمان اتقال كتير أنه لازم اللعب يشارك فطبعا النادي الأهلي يرد قال دي أمور فنيحة من درجة ندخل فيها فإنه لا أنت محتاجه النادي الأهلي محتاجه كان في غيابات كتيرة ما تصرعش النادي الأهلي في عودتها وكنا كلمنا فيها ما قبل مباراة النادي الزمالك لكن قدر أنه يلاقيها بما فيها محمد عبد المنعم مدافع صلب مدافع بيذكرنا بتقلقه مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2022 في بدايتها بمسامة 2021 في الكاميرون وبمناسبة للكاميرون في لعب موجود هو نوهو طولو الظاهير الأيصر بتاع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي ده شارك قدام منتخب مصر لو نفتكر في مباراة كأس الأمم الأفريقية في نصف النهائي وفي سكة مصر نحو النهائي وخسارات نقمة من سنغال لكن الولد ده خطير جدا من الجهة اليسرى أنه بيطير ودائما بيقول لها حتى يطير يسهل حاجات كتير هجومية العين النهاردة لمحمد هاني محمد هاني لازم يكون في حالته زي ما كان في المباراة اللي فاتت لازم يكون في حالته ولازم لعب نص الملعب التلاتة اللي هلعبه في نص الملعب مش هيبقى فيه تغيير بالمناسبة في تشكيل وده على الأغلب بالنسبة لمارسيل كولر والنادي الأهلي أنه لعب نص الملعب يدعم محمد هاني لأنه الطرفين أو الباكين تحديدا لما بيطيروا بيخدموا بشكل مختلف هذه النقطة يمكن كولر بيعتمد على حد زي مثلا مؤخرا على حمد فاتحي أنه يكون ورقة ربحة لي بيكمل معاه مع اللعبين المهاجمين كمان اتكلمتوا شوية على تاو هل ممكن كولر يفاجئنا ويلعب بتاعه وكهربا يبتدي بيهم المباراة يعني هو نهى بيهم المباراة اللي فاتت هل ممكن يفاجئنا ويبتدي بيهم المباراة اللي جاية ما أعتقدش في هذه المباراة هو خاطر من البداية لأنه عايز يلاقي الإقاع في البداية العيبة اللي ابتدت المباراة اللي فاتت عارف تلاقي نفسها وفاهم بعضها وعارفين يعملوا المرونة التكتكية على أرض الملعب فإنه يبدأ بكهربا قد يكون بس أنا شايف أنه كهربا في بعض المباراة ينفع يبدأ يعني تاخد منه اللي أنت عايزه زي المباراة زمالك أنا قلت يبدأ من المباراة وكان لازم يبدأ ونازم وفعلا ابتدى المباراة في المباراة لا محمد شريف هو اللي يبدأ المباراة المحمد شريف عنده قصة إنه أنا محطة هجومية يعرف يقف على كرة مش بس عايز مساحته يطير فالفريق ده من ندمات شريف لكن اللمسات النهائية بتاعت محمد شريف مش موفقة خلال الفترة الفات خلينا متفقين حتى لو كان في أهداف حتى لو كان في أهداف وده طبيعي بس اللعب اللي بيلع في نادي الأهلي كنت لسه بكلم قبل الهوى مع أحد المتوجدين هنا من شخصات المحترمة بيكلمني عن محمد شريف قلت له فاكر حسام حسن اللي بعمله دلوقتي مع سموحة وأنا جيت هنا قلت صباح خير مصر لا يصلح للنادي الأهلي ليه؟ قصة اللعب مش فنياته بس ومش كهره بس عايز تلعف في نادي الأهلي تلعف في نادي زمالك تلعف في الأندية مش هقول الجماهيرية كمان الأندية كبيرة اللي عايزة بطولة لما تقع تعرف تقف لكن في لعبة ما بتقع في النادي كبير ما بتعرفش تقف تقف بر ما تقفش في النادي كبير فمحمد شريف يعرف يتأقلم على الأوضاع عنده صلابة ذهنية زي ما نقولون في عالم التنس من الناس في كاس ديفيز ومصر نهر بتعب البراجوة فكرة أنه الصلابة الذهنية مهما وقعت تقدر تقف فنيا وتقدر أن أنت تجابه أي حد حتى وإن كان سوشال ميديا حتى وإن كان ضغط الصحافة والأعلام عليك فمحمد شريف بيعمل كده ومحمد شريف لما بنزل بيخدم على الأداة التكتيك حتى وإن لم يسجل ولمساته مش موفقة لكن لا يقتل فنيا لأنه لو سحبته وفهمته أن أنت لا مش نافع يعني هقتله 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 فنيا لأن أنت أصلا ما عندكش مواجمين كثر بما فيهم برونو سابيو البرازيلي اللي خلاص بقى برة اللي لو قال أغلب يعني خلق يعني هم كانوا مستنيين له غلطة وهي جت فالفكرة في أنه أنا عايز أعواضه بحد أفضل من كده ومش يحصل ده إلا في نهاية الموسم أو بداية الموسم الجديد فإنه لا محمد شريف الأهلي محتاجه وكمان الحالة الحلوة فيما بينه ما بين قهرب محتاجه لأنه مالوش بديل من كلامك كده فكرة أنه مالوش بديل وفكرة أنه برضو مهاجم كويس لأنه من الموسمين كان هداف النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بستة أهداف وهداف الدوري المصري في آخر نسخة سجل فيها النادي الأهلي لقب دوري منذ الموسمين ففكرة أنه برضو الخلفية بتاعته قوية أنت عندك لعب عنده أصلا رصيد يشفع لي أنه يبقى مع النادي الأهلي لأنه لو خدنا الكصة بفكرة أنه مستوى فني حمدي فتحي ما كانش يلعب بقى لأنه فترة من الفتراته وعمر السولية كانوا يبقى على ناد الأهلي على أرض الملعب لكن الصبر الفني التعامل من جهاز فني وقدارة فنيية مع لعبين دول علشان إحنا عارفين أنهما كويسين فقدر أنهما يرتقوا بمستوى فني النادي الأهلي وده اللي حصل مع مجموعة لعبين الموجودين بما فيهم عمر السولية وحمدي فتحي وحتى أليو دنج في وقت من اللقوات ومحمد هاني طب محمد هاني ده الناس كلها قالت يمشي ومع ذلك بيطلع في المونديال يقول أنا موجود وسد وهد قدام أي حد وبيلعب بشكل كويس حسنين شحات نفس الكلام طبيعي أنه ما فيش حد بيمشي بنفس الخط العالي زي الليفربول ودينا لينا مثال فيه منذ موسمين ورجع تاني بقى وصلنا دورة أبطال أوروبا وهو في المركز 11 في ترتيب جادة دورة أبطال أوروبا أنا شايف أنه ناد الأهلي بمجموعة اللعبين بالمستوى الفني بالعقلية اللي بتعمل بها مرسي الكولر وما كنتش حابب قوي شخصيته فترة من الفترات لكن دلوقتي مع ارتفاع الكيرف الفني من اللعبين مع التعامل البسيط مع اللعبين لكن بقى بجراءة شوية فكرة أنه أنا بأخذ قرار قدام برونو سافيو ومش بعتمد على العيد محترف لكن بدخل تاو لما شايف أن تاو يصلح أنه يبقى مهاجم للنادي الأهلي أو كجناح للنادي الأهلي الشخصية العنيفة أو الصلبة ممرونة مع اللعبين بحب زي ما نوجو زي كده أعتقد أنه الأهلي قادر على الوصول لمكانة محترمة مع مرسي الكولر والعبين عظيم كلامك بيؤكد بأن الناس اللي كانت بتقول قبل كده أن دي خامة اللعيبة اللي عندك لا طبعا مش دي خامة اللعيبة اللي عندك طبعا هي المسألة عوامل نفسية فقط يعني مرسي الكولر بيلعب على الناحية النفسية كويس قوي بالنسبة اللعبين وفنيا زيت عليهم فنيا برضو التعامل البدني فكرة أنه نقل بعض المبارات لأستاد الكهرة كان مهم في توقيت معين فالقرار مش فكرة أنه مع أن الناس في التوقيت ده وتحديدا أن القادر يبيين قالوا له إيه طيب ماشي نقلنا لك وورينا صحيح ووريهم هو ليه الناس بتبص على كل تفصيلة أنه متورينا بقى ليه التحدي حقيقي صحيح احنا في مركب واحدة يعني في الآخر بالزبط أنا بحاول أن أنا طور من فريق طيب ما نجرب في ملعب تاني طيب ما نحن عندنا أفريقيا بعد كده في ملعب كبيرة طيب ما نجرب بعيدة عن أستاد الأهلي والسلام مش معنى كده أنه الأهلي واخد حق الانتفاع على أستاد السلام تابع لكوات المسلحة فأه يلعب عليه بعد المباراة لكن ليه ما روحش أستاد الكاهرة بالنسبة لي هيكون أفيد تفضل طبيعي هو أستاد بتاع الفرق كلها اللي عايز ياخد ياخد يعني فإنه لا هو بدأ يلعب على تفاصيل وبدأ يفهم عقلية اللعب المصري اللي هو سواد الأعظم من لعبي الفريق فريق نادي الأهلي وفي نفس الوقت اللي محتاجه نادي الأهلي علشان يوصل لمكانة محترمة عالية مع للسمرارية احنا بنتكلم في 21 مباراة 17 فوز و 4 عدلات مشروع على هزيمة بالنسبة لمرسيل كولر فأنا شايف أنه لا فرقة نادي الأهلي فرقة خطيرة جدا كمان على لقب الدوري مع العودة مع الضغط المباراة اللي سيكون جاي بعد كاس العالم لو تكلمنا عن سيارة الساوندرز النهاردة ايه نقاط الضعف اللي احنا ممكن نشتغل عليها ونقاط القوة اللي احنا ناخد بالنا منها طيب في نيكولاس لوديرو ده صنع ألعاب أمريكي ده في أياكسا مستردام الهولاندي ده في بوكا جونيورز الأرجنتيني ده المخ اللي بيحرك الحركات الهجومية بتيجي من عنده في نص الملعب نعمل مع ايه السطارة اللي عملها نادي الأهلي بالتلاتة اللي في نص الملعب الموجودين حجموا خليه ما يعرفش أول ما يسلم الكرة يلاقي ضغط بواحد واثنين عليه أول ما تحجم العقل المدبر الحركات الهجومية هتفسد زي ما حصل في أكلان سيتي ميوزللدي أنا مش لاقي حد يشغل العيبة اللي قدام طب هعمل ايه هبدأ أسدد التزديد من بعيد مش هيكون موجودة انه كمان فيه سطارة قدام رباية خط الظهر اللي بتحركوا بشكل مدروس فكرة الفوتورك أو تحرك القدمين إنه أنا بتحرك في التوقيت القراءة المبكرة للكرة الفريد بتعمل علي سكاوتينج قوي جدا زي ما قلت عندهم نهوطولو الراجل الكاميروني من ناحي الشمال عندهم جوردان موريس في نص الملعب لعب قوي جدا أريجا اللعب الإكوادوري اللي موجود مشاركش بس كان موجود في السكواد مع الإكوادور في كاس العالم 2022 في قطر من المدفعين الصلبين لكن أنا شايف أنه من اللعبين اللي على واحد على واحد واحد زي عبدالقادر يكلوا 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 وهم عندهم لما بينطلقوا ما بيرجعوش بشكل سريع بأن عندهم عوضة لقابة لنهي يقوم صحيح ففكرة واحد على واحد دي هتبقى في مساحات كتير هتبقى موجودة بس الأهلي ما سرعش إنه زي ما فكرة إنه نبدأ بقربة في الشرط الأول لا الفرقة دي مش هتديك المساحات في الشرط الأول لكن لما تضغط تديك مساحات والفرقة اللي زي دي لو تضغط عليها ودخل فيها هدف وفكت مش هتربو تاني يعني ما فيه سكور خلاص زي ما حصل كده قدام أوكلانسات خلاص هو بيسلم من بدري لأنه عارف كويس قوي إنه بيلعب قدامنا لأهلي باطل إفريقيا وفريق حصل على برونزيتين وكده كده الفرقة دي عملت لقب وحيد في الكونكا كاف ولقب ده كان استثناء وحاجة غريبة أو إن تتخذ من المكسيكيين بعد 12 سنة المكسيك محتكرة كونكا كاف اللي هي أمريكا الشمالية والوسطى ما عندوش خبرات ما عندوش جماهير الجماهير المغربية ليها دور كبير ومؤثر وبنشكرها بالتأكيد لأنها بتدعم مصر في الأساس كاسم مصر وممثلها النادي الأهلي في المونديال يروح حلوة قوي حلوة جدا وشايف إنها إن شاء الله تضيف كمان للنادي الأهلي مش بس نهاردة كمان أمام ريال مدريد بإذن الله عظيم حارس المرمى ستيفان فري ما بيقدرش يصد الكورة اللي بتشوط من برد 18 يعني دي بتبقى سهلة بالنسباله هل إحنا ممكن نعتمد على هزا الكورة خصوان إحنا عندنا ناس بتشوط كويس جدا من برد عندنا السلية وعندنا حمد فاتحي بيشوط من برد 18 وعندنا الشحات ما شاء الله لازم نديله حقه طبعا لحقه خد قراره وقرار كان في وقته فكرة الجراءة وقرار دي بالمناسبة في بعض لعيبة بتخاف بتفكر كله كم ركز مع عبدالقادر إنه كورة رايحة لعبدالقادر تاني صحيح آه إنه هو رحمه برضو أصل الكورة هي مش كمية بس في نفس الوقت هي تفاصيل يتحرك بدون كورة تريح اللي مع كورة بس كده صح حلوة ده آه آه هي أنا صنع على العاد طبعا أنا هديك الكورة زي بشكل كويس وإنت أصلا مش متحركلي في المساحة اللي المفروض تتحرك فيها الكورة زي كده في الكورة طايرة أو في حاجات أخرى فكرة إنه السكاوتنج التحليل الفني بيبقى زي مربعات بس بتفاصيل شوية فكل مربع أنا ما كورة تبقى هنا في السيتوائش أو في الموقف ده المفروض اللعب ده تتحرك فيه اللعب ده تتحرك فيه موضوع تقيل شوية وعميق شوية بس لعبت الكورة دي بتاخد فلوس كتيرة قوي علشان تنفذ ده على الأرض ملعب الملعب الكبير أو اللي انت شايفه ده لا بيتقسم طريقة مختلفة بالنسبة للعبين فلأ اللعب بتتحرك صح فكرة التحركات بدون كورة اللي بتاخد معها المدافعين أو السكرين اللي بتعمل زي ما بنقوله كده في البسكت فكرة تحرك محمد شريف بدون كورة كمحطة بيضيف للعب خط الوسط والأجنحة لحواليه فهي دايرة متكاملة قرار التزديد لازم يكون موجود النهار ده رجل عنده 36 سنة من الإكوادور أو سيفان فيري لأ ده من تشكيل المثالية كان موجود هذا الأمريكي عنده 36 سنة زي ما قلت كان تشكيل المثالية في كونكا كاف كان أفضل حارس في بطولة كونكا كاف لكن فين كانت أمتى كونكا كاف يعني رجل كان مستوض غير بشكل كبير جدا وزي ما قلنا ما خدوش أي مبرارة رسمية منذ أكتوبر من عام 2022 ده أول مبرارة رسمية في 2023 الوديات حتى اللي لعبها هذا رجل هو لعب وديه واحد من الوديتين أمام فريق المساوي ضعيف جدا ودخل فيه ثلاث أهداف زي ما حارك قلت فكرة أنه تزديد عليه من بعيد فلازم يكون فيه أوفشن التزديد بس بشكل مدروس لما سدد العيبة تبقى عارفة كما سأول أنه ممكن الكرة دي ترد فلازم يكون فيه تأمين لأنهما زي كده 2009 لما كنا في كاسكارات هيقدروا لعبها المرتدة يقدروا الفريق الأمريكي خطير جدا لسه كنت أقول فكرة المثال أمريكا في 2009 في كاسكارات خرجت مصر بعد الفوز على إطاليا أما مصر فازت وخسرت من برازيل اثنين ثلاثة أو ثلاثة أربعة بس فكرة أنه إحنا خسرنا من أمريكا ليه بسبب معضل اللاقة بدنية بتاعها كانش عندهم كورة بس عندهم جارية فأنت فك الفريق ده أنت تسجل فيه في الأول وتحجمه وزي ما قلنا الراجل بتاعهم نيكولاس لوديرو وكمان عندهم فريدي مونتيرو الكولومبي المهاجم مهاجمتي القوي والبرازيلي هايبر برضو من المهاجمين التقال مع رودياز بيروفي تلت مهاجمين تقال بس أنا شايف أنه مدفع نادي الأهلي ياسر براهيم مع محمد عبد المنعم مع اللي بيدعموا نص الملعب الثلاثة اللي هيعمل السطارة اللي مش هيشغلوا لو ديروا صنع الألعاب أعتقد أنه الأهلي يقدر يحجم خطورة الهجومية ويقدر يسجل النادي الأهلي يسجل في الشرط الأول يرايح نفسه في الشرط الثاني ولازم يتحرك بدون كورة يكون مدروس وصناعة اللعبة تكون بشكل رائع جدا في هذه المبرأة لكل حال احنا أكيد كلنا بلنلتف حولين النادي الأهلي بنتمنيله إن شاء الله ريال مدريد اللي بعده كمان كل شكري لك محمد عفيفي الناقد الرياضي على تحليلاتك دايما وإن شاء الله نتقابل في مباراة تانية بفوز ونحتفل بفوز النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا لك